التساع صباحا بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرينيتش مجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن تمنياته لرئيس القبرسي المنتخب بالتوفيق والسداد في قيادة بلاده إلى مزيد من التقدم والازدهار على كافة الأصعدة جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس السيسي مع رئيس قبرس الجديد نيكوس خريستو دوليدس من تهنياته بمناسبة انتخابه رئيسا لقبرس وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيسين أكد خصوصية علاقات الصداقة المصرية القبرسية ومتنتها والتي تتأسس على قاعدة صلبة من القيم المشتركة والمصالح المتبادلة فضلا عن إسنادها على إرث غني ومتنوع من التبادل الإنساني والتمازج الحضاري الممتد مع الآرابي عن التطلع لاستمرار تطوير وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين خلال الفترة القادمة في ظل القيادة القبرسية الجديدة وأضف متحدث الرئاسة أن الرئيس السيسي أعرب عن بالغ التقدير للرئيس القبرسي المنتهية ولايته نيكوس أنستاسيادس لدوره المحوري في تعزيز أواصر الصداقة المصرية الكبرسية خلال سنوات توليه لمنصبه متمنيا له كل التوفيق والسدد تبع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الموقف التنفيذي لتوفير الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية وخلال الاجتماع وجه مدبولي بالسرعة توفير الأراضي الصناعية التي طلبها عدد من المتثمرين الأتراك في لقائه معهم وأشار رئيس الوزراء إلى ما تتخذه مختلف أجهزة الدولة من إجراءات لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في مختلف القطاعات خاصة قطاع الصناع ومن ذلك العمل على توفير الأراضي الصناعية اللازمة لجذب مزيد من الاستثمارات الجديدة أو التوسع في القائم منها بحث وزير الخارجية سامح شكري وناظره البرتغالية جواو كرافينيو العلاقات الثنائية بين البلدين وسبولي دفعها قدما في ضوء العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين وذلك على هامش أعمال الدورة العادية الثانية والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا وخلال اللقاء ثمن شكري تعاون والتنصيق المتبادل بين البلدين في مختلف الأطر الدولية منوها بمواقف البرتغال الداعمة للمواقف المصرية في المحافل الدولية وذكرت وزارة الخارجية في بيان أن الوزيرين اتفقوا على أهمية الإبقاء على قنوات دائمة للحوار بين القارة الإفريقية والأوروبية أعلنت هيئة الكوارث التركية ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال المدمر الذي ضرب تركيا إلى ثبانية وثلاثين ألفا وأربعة وأربعين قتيلا وعشرات الآلاف من المصابين ونجحت فرق الإنقاذ التي شاركت في رفع العنقاذ وركام المتراكم في عدة مدن تركية جراء زلزال في إجلاء أكثر من 216 ألف مواطن من المناطق المتضررة هذا وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش أن المنظمة الدولية توجه نداء مساعدة دولية لجمع مليار دولار لتركيا التي تعرضت في 6 فبراير لزلزال عنيف دع وزير الخارجية الإيطالية أنتونيو تاياني نظيره الصيني وانجي الذي يزور روما إلى الضغط على روسيا لتحقيق سلام عادل في أوكرانيا وقال تاياني في بيان صدر عن وزارته إنه يتعين على الصين أن تؤدي دورا أساسيا في الدفع نحو السلام وأكد أيضا تاياني الذي يستقبل وانجي في مقر وزارته ضرورة الضغط على روسيا لتعزيز شروط سلام عادل من خلال دعم الدبلوماسية والعقوبات الفعالة والمساعدة الإنسانية وتحقيق العدالة للضحايا وفق ما جاء في البيان أعلن رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسو تكيس توقيع اتفاقيتين جديدتين مع بلغاريا حول تخزين الغاز الطبيعي وبناء خط أنابيب نفط للحد من الاعتماد على موسكو وقال رئيس الوزراء اليوناني بعد محادثات مع الرئيس البلغاريا رومين راديف إنه بسبب الوضع الجيوسياسي فإن الحل هو عدم الاعتماد على الوقود الروسي والاتجاه أيضا لتنويع مصادر وطرق الإمداد بالطاقة ويهدف اتفاق الشراكة بين وزارتين الطاقة اليونانية والبلغارية إلى ضمان أمن إمدادات الغاز وتخزينه بحسب رئيس الحكومة اليونانية أعلنت قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية أن طائرات حربية أمريكية اعترضت طائرات عسكرية روسية قرب ولاية ألسكا للمرة الثانية هذا الأسبوع وأفدت القيادة في بيان أن عملية الاعتراض الروتينية لأربع طائرات روسية من بينها قادفة من تراز تو خمسة وتسعين ومقاتلة من تراز سو خمسة وثلاثين تمت يوم الثلاثاء الماضي وأكدت أن الطائرات الروسية بقيت في الأجواء الدولية ولم تدخل المجال الجوية السيادي الأمريكي أو الكندي مشاهدينا انتهى مجزء التاسع ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح القرية مصر بعد الفاصل